في مثل هذه الأيام من عام 2015 ودعت الأمة الإسلامية علما من أعلامها البارزين ورمزا من رموزها في مقامة المحتل والسطح بالحق إنه الشيخ حارث سليمان الضاري الذي شغل منصب الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في الهراق بعد الاحتلال الأمريكي للبلاد عام 2003 حتى وفاته عام 2015 عرف الشيخ حارث سليمان الضاري بحياته الحافلة بالعطاء وتحصيل العلم الشرعي وتربية الأجيال وتخريج العلماء والدعوة إلى الله وأنهاها بالجهاد في سبيل الله والوقف بحزم أمام مخططات أعداء العراق إذ قاد في هذه السبيل مؤسسة كبيرة كرست جهدها لتحرير العراق من الاحتلال وهيمنة الفساد الشيخ الفقيد كان من أشد المعارضين للاحتلال الأمريكي للعراق ومشروعه السياسي الذي تشكلت على أساسه حكومات المحاصصة الطائفية وأسهم في مشروع المقامة الوطنية العراقية وكان للشيخ الضاري مواقف بارزة أيضا من القضايا العربية المهمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية الشيخ الضاري رحمه الله عمل على تكاتف العراقيين ووحدتهم ونبذ الطائفية على حين لا تزال الأحزاب والمنيشيات تحاول استخدام الورقة الطائفية في العراق لصرف أنظار العالم وتحويلها عن إخفاق الحكومات بحسب المثاق الوطني العراقي الذي أكد أن استيلاء الوقف الشيعي المرتبط بحكومة السودان على مسجد سامراء الكبير فضلا عن الهجمات الطائفية التي نفذتها منيشيات الحجد في ديالا والتضييق المستمر على الطارمية واستمرار حملة الاعتقالات الممنهجة لأبناء المدن المنكوبة والشعارات الطائفية التي رفعها نواب في قبة البرلمان كل ذلك يؤكد أن هؤلاء الطارئين يدفعون بإحياء ورقة الطائفية لمصلحتهم وفق مخططات مدروسة العمل وبكل الوسائل الممكنة لإنهاء العملية السياسية بكل آلياتها ومنتجاتها الفاسدة من الدستور وغيره لأنها هي أساس المشاكل وبدون ذلك سيبقى العراق يدور في فلك الفوضى والفساد والإجرام إلى ما لا نهاية الشيخ الضاري حذر من دستور الاحتلال الحالي ووصفه بالمسخ مؤكدا خطر العملية السياسية التي أسسها الاحتلال على العراق وشعبه ليبقى بتلك المواقف خالدا في ذاكرة العراقيين